شهدت قاعة الإمام الحسن المشتبع عليه السلام في العتبة العباسية المقدسة احتفالا بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس مركز الثقافة الأسرية الذي جاء تزامنا مع ولاد السيدة الزهراء عليه السلام وبحضور السيد الأمين العام لعتبة المقدسة وعدد من أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء أخسامها حقيقة اليوم هي الذكرى الثالثة لتأسيس مركز الثقافة الأسرية التابع لعتبة العباسية المقدسة أسس هذا المركز فيه مثل هذا اليوم مناسبة ولادة الزهراء عليه السلام في العام 1440 هجر الموافق لعام 2018 منذ ذاك الوقت ولحد الآن اتطلع المركز بعدد من المهام أهداف تتلخص في مساعدة الأسرة العراقية على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي ومعالجة كافة المشكلات التي تعتني الأسرة العراقية خصوصا والكل يعرف أن حجم المشكلات في المجتمع العراقي بسبب الظروف الكثيرة حقيقة التي مرت في المجتمع يآخذ في التزايد أسرتي أمانتي شعار مهرجان الذي شهد عدة فعاليات منها كلمة للمشرف العلمي إضافة إلى قصيدة شعرية ألقيت على الحاضرين ترنمت أبياتها بتعظيم السيدة الجليلة فاطمة الزهراء فضلا عن فعالية رسم لوحة فنية من قبل خدمة المولى بالفضل عباس عليه السلام بعدها جاء دور المتعلمات مجموعة العميد ليعطرن أسماع الحاضرين بأناشيدة ولائية تخص الولادة الميمونة حقيقة الهدف من إنشاء هذا المركز هو الكثرة المشكلات التي يعاني منها أو تعاني منها الأسر العراقية هذه المشكلات تؤثر على الصحة النفسية للفرد وتؤثر على الجو العام وعلى التربية وبالتالي يؤثر على المجتمع هذا كله فلهذا اقترحت العتبة العباسية المقدسة المتمثلة بالمتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دام عزو بافتتاح هذا المركز لرصد حاجات الفئات المستهدفة الفئات المستهدفة هي طبعا الأسرة المركز الذي يعد الأول من نوعه في العراق والذي تشرف عليه الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة جاء ضمن رؤية واضحة تعمل على زيادة الاستقرار النفسي للأسرة العراقية ولينتج عن ذلك جيل واع ومتعلم يخدم المجتمعات العراقية